اصراع في القسم التاني على اشده مبارح بقى كانت مباريات والحياة اتلغبطت الدين يعني بعد ما كان طنطا متصدر هبط الى المركز التالت بنفس رصيد النقاط مع جمهوريت شبين لانه كل المنافسين فازوا طنطا خسر فيت كيرنس من بايونيرز بهدف واضح انه هدف من خطأ دفاعي وبايونيرز قبل الاخير وبيدربوا عبل طيف الدماني اللي كان بيدرب طنطا قبل كده والغريب ان عبل طيف الدماني كان بيدرب نبرو في الدور الاول وفاز على طنطا والدور التاني فاز على طنطا مع بايونيرز واحد صف واضعف شوية من فرص طنطا ليه بقى لانه في مباراة بلدية المحلة مع نبرو البلدية كسب تلاتة صفر وتصدر او بقى في المركز التاني ولسه فيه كلام في الكلام مباراة الاولمبي مع كفر الشيخ انتهت بالتعادل واحد واحد مباراة الحمام مع هلال الضبعة انتهت بفوز الهلال واحد صفر ابو اير بقى اللي جي من بعيد بقيادة ايمن المزين وتصدر المجموعة قبل ثلاث لقاءات على النهاية ابو اير فاز في مباراة صعبة جدا على دي كيرنس ثلاثة اتنين واصبح رصيده من النقاط خمسين في صدارة المجموعة بلدية المحلة تسعة واربعين طانطا تمانية واربعين جمهوريت شبين تمانية واربعين دي كيرنس ستة واربعين لحد الخامس بيعودوا في دور المحترفين السنة اللي جاية من السادس اللي هو بروكسي الدنيا بتتغير النبي يا جماعة ده شكل ملعب ملعب المنصورة كده يا جماعة كده برضه يا جماعة ده ملعب المنصورة يا جماعة اللي شاهد صولات وجولات يا جماعة للمرة الالف بتكلم على ملعب المنصورة يا جماعة ده شكل ملعب يا جماعة حرام عليكم يعني اللعبة تلعب ازاي وترجعوا تشكوا من اصابات اللعبة يعني ابو اير قلت لكم فاز على تكرنس ثلاثة اتنين يعني تضاءلت أمال تكرنس لكن يستهلوا السلامة وسبورتنج تعادل مع بروكسي 3-3 والمصري بالسلوم خسر في ملعبه من جمهوريت شبين 1-0 كده الترتيب كالتالي أبو إير 45 في الصدارة البلدية 49 مركز ثاني طنطة 48 جمهوريت شبين 48 3-4 دي كيرنس 46 بروكسي 41 كفر الشيخ 41 المنصورة 38 الإولمبي 35 الحمام 32 سبورتنج 29 اتحاد نابرو 26 هلال مطروح 25 المجد السكنديري 25 بايونيرز 21 وأخيرا المصري بالسلوم 12 نقطة ده كل ما لدينا في القصة